موسيقى اهلا ومرحبا بكم الى خضراتكم نشرة الاخبار لهذا المساء مستهلة النياها كالمعتاد باهم وابرز العناوين موسيقى مكتب المراجع العام يوضح نتائج التقييم الذي اجرح موسيقى مشروع في مبولة زراع يثم في خلق فرص العمل موسيقى مداولات اكاديمية في مدريتي على برعد وغردات موسيقى الصين والبرازيل تتخليان عن الدولار الامريكي في تعاملاتهما الثنائية موسيقى بايدن ونظيرها الارجنتيني واكدان التكامل الاقتصادي بين بلادهما موسيقى جيش التحرير الوطني يقتل تسعة جنود في هجوم في كولومبيا موسيقى مرحبا بكم قدم مكتب المراجع العام في الاجتماع الذي عقده بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية الوطنية توضيحا عن المميزات والقصور التي زخرت في التغييم السنوي الذي اجره للعام 2022 وقال حكم الأقليم الأوسط السيد في السهاية هايلي في افتتاح الاجتماع أن الإدارة المالية ومهم مكتب المراجع العام عملان لا ينفصلان وعلى جميع العاملين في هذا المجال تسير العمل بجد للمسؤولية الكبيرة وأوضح المراجع العام في إيرثريا سيد جرسجيهر قبر مدهن أن أقلب المؤسسات الحكومية ظهرت عام 2022 تغييرا جيدا في إدارة المال والممتلكات والتحصيل الضريبي وقدمت آراء التصحيحية لإصلاح بعض القصور التي طرأ وذكر تحسن جهود التحصيل الضريبي الحكومي مشيرا إلى أن عداد التصريح المالي في أوانه وتقديمه إلى وزارة المالية ونسخه لمكتب المراجع العام من التغيرات الكبيرة التي أجريت وشرح منذ قسم الخزينة مدير فرع الحسابات الحكومية في وزارة المالية والتنمية الوطنية السيد وولد أب التعليمات المالية للمشتريات والممتلكات وكيفية تنفيذها لأعمال الميزانية وتقارير مراقبة المدفوعات الشهرية والسنوية وقدمت في الاجتماع آراء وتوصيات مساعدة للعمل المستقبلي يساهم مشروع أفهمبول الزراعي في مدرية دقة بدور كبير في خلق فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للسكان واضح مسؤول المزارع المنطقة الشمالية الغربية سيد جابريقال إرمياس أن الزراعة المروية الجارية في أفهمبول وضواحيها هدفها الأول تحسين حياة السكان وتصهم في ترسيخ معرفة التنمية الزراعية وذكر أن المشروع الزراعي يقوم بإنتاج الطماطم والخضروات الأخرى والبقليات مشيدا بالتعاون الذي يحصلون عليه من الشعب والجيش وأعظم مركز تدريب الخدمة الوطنية خلال العمل المكثف وشارت السيدات حانت تخلى سنبات والسيد إدريس حسن العاملان في المشروع أن فرص العمل التي خلقها المشروع في المنطقة مكنتهم من تسير حياة مستقرة تضم زرع المنطقة الشمالية القربية في أقليم القاشبر كمشاريع كركبته أفهمبول وديكي ومولوبر وتنشط في تنمية الخضروات والفواكه والزرع والبقليات بحث مسؤول التعليم في مدريتي على برعد وقردات قضايا التعليم بمشاركة مدراء الضواحي والاتحادات الوطنية وأوضح مسؤول التعليم في أقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائل في اجتماع على برعد تنفيذ استثمار وجهود مبشرة في قطاع التعليم دعيا لتعزيز مشاركة الشعبية والجهات الشريكة وذكر مسؤول التعليم في مدريتي على برعد الأستاذ سولومون نقسي المصاعب التي تواجه العملية التعليمية في المدرية كما أوضح مسؤول التعليم الأستاذ كفلاي ميكائل الأزار أنه بالرغم من انتشار المؤسسات التعليمية إلى المناطق النائية فإن المشاركة في التعليم ليست بالمستوى المأمول وأهابت الاجتماعات لحل مشكلة المياه الصالحة في بعض المناطق وتجميع القرى لدورها في الدفع بالعملية التعليمية تعهدت الإرتريات المقيمات في يوغندا لتعزيز مساهمتهم بتقوية تأطورهم من أجل إنجاح البرامج التنموية وذلك في السمينار الذي عقادها لهن السفير الإرتري في يوغندا السيد محمد سليمان في الثامن والعشرين من مارس الجاري وقدم سعادته توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة وبرامج التنمية الوطنية وأحوال الإرتريين في يوغندا ذاكرا أن إرتريا بلقت إلى مرحلة مبشرة متجاوزة كافة التحديات بفضل صمود شعبها وقيادتها وبطولة قوات الدفاع الباسلة لذلك يجب ضرورة الاستنفار ماليا وبشريا وأشادت المشاركات بالسمينار المقدم لهن مناشدات لمنح اهتماما أكبر لقضية تأذر المرأة وصدقنا على لوائح توجيهية فيما يتعلق بأنشطتهم وقوتهم واخترنا لجنة إدارية جديدة من جهة أخرى عقد فرع المرأة في النمسا في السادس والعشرين من مارس في فيينا مؤتمرا واختر فيه لجنة إدارية جديدة ووضع برامج لعامين وفادت المعلومات الواردة بأن الفرع الذي يقيم في عام الفين واربعة كان ولا زال يساهم في تآطر المرأة الإرترية وإنجاح البرامج التنموية في غدون ذلك نظم مكتب شؤون الجماهيرية والأهلية في ألمانيا في السامن عشر والسادس والعشرين من مارس في مدينتي فرانكفورت ومنهايم الألمانيتين سمينارات للشباب وذكر القنسل العام في ألمانيا سيد كبرى ابتخصت أهمية تنظيم شبابي واعي بما يتماشى مع هذه المرحلة داعيا إياهم للتحل بالقيم الوطنية السمحة والتسلح بالمعرفة العلمية والمهنية ومواكبة التكنولوجيا وتطلع إلى المستقبل والتمتع بالرؤى الثاقبة والاتعاد عن الأفكار السلبية والتنظيمات القيرة الوطنية وتعزيز دورهم في البرامج التنموية الوطنية فيما قال مسؤول شؤون الجماهيرية والأهلية في ألمانيا سيد كحسيت هولدي أن تاريخ الشعب الإرتري هو تاريخ التحدي والتصدي والانتصار وأن السر الرئيسي يرتكز على الوعي السياسي والتفاني الشبابي وقدم المشاركون آراء بناء همها استمرارية مثل هذه السمينارات وأن تعمل مراكز الاتحادات الوطنية والديبلوماسية بقوة لتعزيز انشطة التنظيمات الشبابية من ناحية أخرى أحيط فروع المرأة في 21 مدينة سويدية الثامنة من مارس من الرابع حتى الخامسة والعشرين من مارس بتنظيم فقرات وبرامج متنوعة وأكدت المشاركات في الاحتفالات تعزيز مساهمتهم بتقوية تاطرهن يحقق مركز حليب منتل الصحي تقدما مشهودا في رعاية الأموم والطفولة واضح مسؤول المركز الممرض أفورقي إسحاق ارتفاع نسبة المتابعة قبل الولادة من 75% عام 2022 إلى 80% هذا العام وهذا التقدم نتاج للزيادة معرفة ووعي المجتمع الصحي وأشار إلى أن نسبة الولادة خارج المؤسسات الصحية بلقت إلى الصفر حيث وضعت 66 حامل من أصل 85% في المركز بينما تم إرسال 6 إلى مدينة كاران للحصول إلى رعاية لازمة أكثر فيما ظلت واصل الحوامل المتبقية وضعهن الصحية وذكر القيام بعمال جادة فيما يتعلق بالمتابعة الصحية بعد الولادة نظرا لأهميتها لضمان صحة الأم والرضيع مشيرا إلى تحقيق نسبة تطعيم الأطفال نتاج جيدة وأوضح ارتفاع نسبة الإصابة بالملاريا الذي كان أقل من 10 إصابات عام 2021 إلى 32 إصابة في عام 2022 وللحد من هذه الظاهرة يجري العمل بالتفاهم مع وكل الصحة الرفية والمجتمع المدني ضحية حلب منتل تقع في طريق كاران أسمر على بعد 10 كيلومتر من مدينة كاران شهدت مديري تورونا في الخامس والعشرين من مارس تخريج 86 شابا بينهم 42 شابا حصلوا على دورة تقانة الحاسوب امتدت لفترة ثلاثة أشهر وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إيرتريا في المديرية شاب أبراهام تسفى ماريام أن الدورة تعد جزءا من الجهود الجارية لرفع انتاجية الشباب متسلحين بالمعرفة المهنية وذكر مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الشباب بالأقليم الجنوبي الشاب موسى عبدالله أن الاتحاد يعمل لتطوير قدرات الشباب أكاديميا ومهنيا داعينا الدارسين لتنمية المعرفة المكتسبة بالقراءة والعمل في قد ذلك نظم مكتب الجبهة الشعبية للدمغراطية والعدالة في مدرية عد قيح دورة تثقيفية وتنظيمية لمئة ثلاثة وثمانين من المسؤولي المجامع استمرت لمدة أسبوع واجتملت الدورة على مواضع التاريخ والهوية الإتراتية والنضالة الحروري وبرامج التصدي والتنمية وتوارث التاريخ وأهميته وكذلك تفعيل الأفكار الوطنية المشتركة وأضحى مدير مدرية عد قيح السيد هاب تايتس فازقي إسهام الدور في رفع الفهم والمعرفة فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي رجان يبقوا معنا وعلى الصعيد العالمي أعلنت الحكومة البرازيلية أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين للتخلي عن الدولار واستخدام عملتهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية وسيتيح الاتفاق للصين أكبر منافس للهيمنة الاقتصادية الأمريكية وللبرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إجراء صفقتهما التجارية الهائلة مباشرة واستبدال اليوان بالريال والعكس بالعكس بدل من الاعتماد على الدولار وقالت الوكالة البرازيلية لترويج للتجارة والاستثمار في بيان أن هناك توقعات بأن هذا سيخفض التكاليف ويعزز التجارة الثنائية أكثر ويسحل الاستثمار والصين هي الشركة التجاري الأكبر للبرازيل حيث بلقت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 150 مليار دولار العام الماضي الرحب الرئيس الأمريكي جوب بايدن بفرصة هائلة لزيادة التكامل الاقتصادي مع الأرجنتين وذلك لدى استقباله رئيس الدولة الأمريكية الجنوبية ألبيرتو فرناندز في البيت الأبيض وقال بايدن جالسا إلى جانب نظيرها الأرجنتيني في المكتب البيضاوي أن هذا اللقاء فرصة للتأكيد أن لا شيء يتجاوز قدرته على تحقيقه إذا عملنا سوى مشيرا إلى أن زيارة فرناندز كانت مقررة الصيف الماضي وشكر الرئيس الأرجنتيني مضيفه على الزعم الأمريكي في العلاقة بين بوينس آيرس والهيئات الاقتصادية العالمية وأعلن صندوق النقضة الدولي أخيرا اتفاقا جديدا من الأرجنتين مهد الطريقة أمام الصرف 5.2 مليارات دولار وشدد فرناندز على رقبة بلاده في التعاون مع ولايات المتحدة في مكافحة التغيير المناخي قائلا إن الأرجنتين تواجه أسوأ جفاف في تاريخها قتل تسعة جنود في كولومبيا في هجوم شنهم مقاتلوا جيش التحرير الوطني الذي يجري مفاوضات سلام مع الحكومة كما ذكر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو والجيش وقال الجيش في بيان أنه تم الإبلاق عن مقتل تسعة من الجنود الكولومبيين في الكارمن بمقاطعة نورتيدي سانتا نادير وعز الهجوم إلى جيش التحرير الوطني ورفض الرئيس بيترو بشدة هذا العمل دون أن يشير إلى الجيش التحرير الوطني اعتبر أن الجنود كانوا ضحايا منهم بعيدون تماما عن السلام والشعب ويجري المتمردون وهم آخر مجموعة تمرض معترف بها في كولومبيا والحكومة الكولومبيا محدثات منذ نوفمبر في محاولة لإنهاء نزاع مصلح مستمر منذ ستة عقود أطلقت إسرائيل قمرا عسكريا جديدا لتجسس بقدرات تصوير متطورة هو الأكثر تقدما من نوعه وله قدرات رصد رادارية فريدة وسيكمن من الجمع المعلومات واستخبارية في أي طقسين وإي ظروف رؤية وعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها اطلقت القمر الصناعي العسكري أوفيك 13 إلى المدار من موقع في وسط البلاد وطوير القمر أوفيك 13 بالتعاون مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة والجيش الإسرائيلي ومن المقرر نقله إلى وحدة الاستخبارات عسكرية بحسب الوزارة في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة المكتب المراجع العامي وضح نتائج التقييم الذي أجرح مشروع في مبولة زراعي يسمو في خلق فرص العمل مداولات أكاديمية في مدرتي على برعد وأغردات الصين والبرازيل تتخليان عن الدولار الأمريكي في تعاملاتهما الثنائية بايدن ونصرها الأرجنتيني وأكدان التكامل الاقتصادي بين بلدهما جيش التحرير الوطني يقتل تسعة جنود في هجوم في كولمبيا ختام النشرة أقدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إيرتريا إلى اللقاء يا شباب